اشتركوا في القناة اتفاق بين المملكتين يحيي حركة عبور الاشخاص والبضائع بين الثغر المحتلة والمغرب وكانت الجريدة الرسمية الاسبانية قد نشرت قرار تمديد العمل بنفس الاجراءات المعتمدة منذ اعادة فتح المعبر الحدودية البرية منتصف شهر مايو الماضي كما اعلن وزير الخارجية الاسبانية خصي مانويل الباريث عن اتفاق بين البلدين حول اعادة فتح مكتب الجمارك بمليليا واحداث مكتب جديد بثبتة ابتداء من يناير 2023 لضمان عبور منظم وتدريجية للبضاء عبر المنافذ الجمركي البرية من جئتي قال رئيس حكومة مليليا المحتلة ان اعادة الحياة للمعبر بمثابة تعبير عن علاقات حثن الجوار بين البلدين التي يجب ان تكون دائما بين بلدين جارين مشيرا الى وجود رغبة من الطرفين لاصلاح العلاقات التنائية بحيث ان اعادة الروابط المتعلقة بحركة الاشخاص والبضائع في معبر مليليا هي اولى الخطوات التي تجثل متانة العلاقات بحسب ما افدت به وكالة الانباء الاسبانية ايفي كما تحدث كاسترو عددا من المسؤولين الاسبان في مليليا في وقت سابق على ان عودة حركة التنقل بين مليليا المحتلة ومحيطها المغربية بشكل تدريجي وحصرية في الاشخاص الذين يتوفرون على التأشير لم تؤثر بشكل ايجابي بمستوى كبير مطالبا بعودة الحركة الى سابق عهدها خاصة حركة نقل البضائع في الاتجاهين ويأمل رئيس حكومة مليليا المحتلة ان يخرج الاشتماع رفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظرة الاسبانية خلال يناير القادم في العاصمة الرباط باتفاقيات تتضمن اعادة حركة التنقل الكاملة ثواء حركة الاشخاص او البضائع من اجل اعادة النشاط للمدينة التي تعيش وضع الراكدنة منذ اكثر من عامين واعتمدت مدينة مليليا المحتلة لثنوات طوال على نشاط حركة تنقل البضائع بحيث يصعب عليها العيش بدون هذا النشاط في دل بعدها الكبير عن المملكة الابيرية بالمقارنة مع مدينة ثبت المحتلة التي لا تبعد الثوى بخمسة عشر كيلومترا عبر اسبانيا وتحتاج المدينة المحتلة ايضا الى روابط بحرية مع المغرب انطلاقا من مينائيا في اتجاه ميناء بن انثار بن نادور اضافة الى خط بحرية يربط مليليا المحتلة بميناء الحثيمة وذلك للرفع من حركية تنقل الاشخاص وتبادل البضائع حيث عقد مسؤولو المدينة لقاء مع وزير النقل واللوجيستيك محمد عبدالجليل يشار الى انه قبل اغلاق المعبرين شهر مارس عام 2021 بعد تدهر العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا كان الثكان اقليمي تطوان والمضيق الفنيدق من جهة واقليم النادور من جهة تانية يدخلون الى ثبت ومليلي على التوالي بدون تأشير كما كان الثكان المناطق المذكورة ملذمين باداء جواز السفر وبطاقة التعريف الوطني فقط وهي نفس الاجراءات التي كانت ثارية للثكان الثبت ومليلي المحتلتين اثناء دخولهم للمدن المغربية الحدودية ولكن الوضع اختلف بعد اعادة فتح الحدود هذا العام حيث اصبحت دخول المدينتين رهينا بالحصول على التأشير باستثناء اصحاب بطاقات الاقامة بالاتحاد الاوروبية والعمال القانونيين الحاصلين على تأشيرات خاصة تسمح لهم بالدخول والخروج يوميا منهما توصل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بتقرير من بيرناد اميي مدير المخابرات الخارجية المعروف اختثارا بالدجيث او حول امكانية تطوير الموقف الفرنسية من قدية الصحراء المغربية ليصب في مصلحة المملكة وسبق لرئيس الجمهورية الفرنسية ان طالب مدير مخابراته الخارجية باعداد تقرير استخبارات عاجلة مباشرة بعد ان طالبته الرباط بموقف واضح وثريحة ولا يحتمل التأويل من قدية الصحراء المغربية وقبل التطرق الى ما جاء في الوثيقة المدكورة لا بد من الاشارة الى ان مجموعة من الخبراء استبعدوا ان يأخذ ماكرون بما جاء في تقرير اميها اخدا بعين الاعتباره بعض الاشارات الايجابية على بدء عودة المياه الى ما جريها بين الجمهورية والمملكة في حين يرى فريق اخر ان هناك احتمال ولو ضعيف ليخضع الرئيس الى املاءات مخابراته الخارجية في ملف يشكل حساسية كبير للمغرب وهو ما يعني ان الازم بين البلدين ستعود الى نقطة الثفر وربما الى نقطة العودة عموما فقبول الرئيس الفرنسي بتوثيات مخابراته سيظهر الجمهورية وكأنها تنافق المغرب وتلعب على الحبلين خصوصا ان المخابرات الفرنسية اوثت رئيس دولتها بعدم تغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية والتبات على نفس الموقف الغامض وجاء في تقرير دي جي اث او لقد كانت المواقف الفرنسية تجاه موضوعي الصحراء منذ بداية الازمة حول ايجاد حل يتم التفاوض عليه تحت الثيادة المغربية للثراع اقليمي يعود الى اكثر من اربعة عقود اما فيما يتعلق بالاعتراف المباشر بمغربية الصحراء فاشار تقرير المخابرات الفرنسية الى ان هناك العديد من العقبات والعراقيل الجيوثياثية التي لا تخدم مصالح الجمهورية الفرنسية مضيفا لان اي اعتراف مباشر من لدن فرنسا هو بمثابة اعلان حرب على مصالح الاقتصادية في الجزائر وقالت الوثيقة في هذا الاطار الجزائر تعتبر ثوقا خصبة وواثعة لتصرف بضائعنا ولدينا الكثير من الامتيازات هناك كما ان السلطات الجزائرية تغد الطرف عن الكثير من المخالفات التي تصدر من طرف مؤسساتنا هناك ولدينا اكثر من خمسمائة مشروع في قطاع الطاقة والثناعات الميكانيكية والصيدلانية ووصولا الى الخدمات في المرتبة الاخيرة كما ان الحكومة الجزائرية عرضت علينا الدخول كشريك مهم في شركة ثونتراك مقابل عدم الاعتراف بمغربية الثحراء وفي محاولة منها لاقناع ماكرون بعدم الاعتراف بمغربية الثحراء بشكل مباشر نبهت المخابرات الخارجية للرئيس الفرنسي الى ان الجمهورية تتعرض لمنافسة كبيرة على الخصوص من الصين التي دخلت لقطاعات عديدة من تشير الطرق والجسور الى بيع القماش والالعاب ومنتوجات اخرى كما ان روسيا بدأت تنافس فرنسا استخباراتيا واستحودت ايضا على العديد من الصفقات العسكرية وتخطط لانجاز العديد من الاستثمارات في الجزائر وتصدير منتوجات عبر اراضيها لمجموع الدول الافريقية حسب ما جاء في نص التقرير الاستخباراتية كما اكدت وثيقة المخابرات الخارجية على ان اي اعتراف بمغربية الثحراء سيكون بمثابة خطأ جيوثيسي كبير وهذا سيكون ضد مصالحنا العليا هناك وستميل الكفة لصالح المنافس الروسية والصينية لهذا يجب ان يبقى موقف الجمهورية الفرنسية تابتة للتذكير فبيرناد ايميي مدير المخابرات الفرنسية الذي اعطاه الرئيس الفرنسي مسئولية كتابة تقرير سيحدد مصير الموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية سبق له ان اشتغل كثافير لفرنسا في الاردن ولبنان وبريطانيا والجزائر وله معرفة جيدة بالعديد من الدبلوماسيين العرب اما في وظيفته الجديدة كمدير لجهاز المخابرات الخارجية فتميز عن باقي المدراء الذين صبقوها بكونه انفتح للإعلام لانه لم يكن عسكريا مثلهما وفي عهده ساهم جهاز المخابرات تحت اشرافه بتمويل بعض المثلثلات التلفزيونية لتحسين صورة المؤسسة الامنية لدى الشعب الفرنسي اشتركوا في القناة